خليني بس أقول لكم إن تواصل معي الدكتور خالد عبدالجليل رئيس جهاز الرقابة مستشار وزارة الثقافة الذي يتولى العديد من المسؤوليات المتعلقة بالسينما وكان لديه مشروعه الخاص اللي أقدمه وكان بيكلمني علشان الكلام الذي قيله في حلقة الأمس على لسان الكاتب الكبير الأستاذ أيمن الحكيم الدكتور خالد عبدالجليل شرح لي حاجات وقال لي إن عنده أوراق بترد على كل هذه الأسئلة وهو صدمني بما كنت أعرف أن فين التراث السينمائي اللي عندنا قال التراث السينمائي اتباع منذ قبل يعني في الحكومات السابقة يعني قبل 2010 وإحنا كنا عارفين ده قال لي فيه أكتر من 3000 فيلم لا تملكه مصر مش النجاتيب بتاعهم مش عندنا 1800 فيلم تقريبا اشترتهم قنوات ART وحوالي 1500 فيلم اشترتهم روتانا وقال لي اللي عندنا حوالي 218 فيلم ليس لها قيمة كبيرة قيمتها محدودة جدا وشرح لي كلام كتير واتناقشنا واتفقنا أن يكون ضيفي الأسبوع المقبل إن شاء الله وزي ما قلنا بارح كل شيء حلو أن تطرح الأسئلة وأن نجد إجابات وأن نفكر معا كيف نحمي السينما المصرية كيف نعيد إليها حيويتها مرة أخرى إزاي نقدر نصنع سينما إزاي الدولة تكون داعمة لصناعة سينما جيدة ومحترمة زي ما عملت ده في التلفزيون وفي الدراما تقدر تعمله في السينما السينما توراس مصر هي سطنة وهو ما تبقى منا ولولا أن كنا ما كنا